تناثر في الزحام ان تطاول ليلنا او تمادا في الظلام وراح بال والقاء جديد طميني عليك ويا رب كلنا نكون مع بعض في صحبة وفي امن وفي سعادة وفي سلام كلنا متطميني على البعض هنكمل مشوار كنا بدأنا المرة فاتت حاجة مهمة جدا جسور الثقة حقيقة بعد الحالة الفاتت انا بشكر كل الناس مش هادروا لأسمائك كتير بس كان فيه رغم ان انا كنت سعيد جدا كان فيه مشكلة بسيطة جدا كل واحد قال لي يا دكتور انت كأنك بتتكلم عني في البيت وكأنك عايش معي انت عارفت الحاجات دي منين الحقيقة والله انا بجيب وبقول تملي في كل مكان كل الربنا تفضل علي بيه من علم بجيبه من عندكم انتو من كلام الناس اللي بقابلها في العيادة في المستشفى في الشارع في الجامع وانا شايفني دي احسن وسيلة للتواصل مع الناس عمر ما كانت نظريات بس لوحدها بتكفي ولا الكلام اللي بنقراه في الكتب بس بيكفي بشكر كل الناس بشكر الكلام اللي جالي سواء بالنقد سواء بالتحية والشكر معلومات كتيرة جات اصدقاء كتير طلبوا حاجات كتير اقاو نقولها بس يمكن احننختخر شوية عشان الوقت النهاردة عايزين زي ما احنا عاملين فعلا الحلقة ازاي حنبني جسور الثقة مع نفسنا ومع الاخرين ومع ولادنا وازاي حنبني فيه بالثقة في وقت صعب في وقت في خلخالة جديدة وفي ايدي كتير جدا جدا بتمتد الينا بالمشاكل والفساد قبل منسى احب ارد على المتصلة التصلة مرة فات لان اتأكد علي ان انت مردتش على الحالة اللي كانت اه متصلة للمرة فاتة اللي كانت بتتكلم على حالة التباوه اللقراضي الناتج من عدم الثقة ودي مؤشر مهم جدا يمكنني اقولت قبل ما هي تتكلم هي من المؤشرات المهمة اللي بتدل على عدم الثقة والرفض عملية الخروج على الحدود الامنة واستبدالها بحاجات انا مش عايز اقول كلام كبير معقد بس هي من العلمات المميزة جدا لظهور عدم الثقة الرفض ومنها التباوه الاراضي طب بسرعة احنا هنحل المشكلة دي ازاي وخاصة ان المشكلة متأزمة ام وحواليها اطفال وتباوه الاراضي مشكلة عويسة جدا انا عايز اولا ببساطة نعمل حاجة لان فيه ارتباط شرطي بين ان انا عايز ارتاح وبين عملية التباوه بتباوه عملية افاضة او عملية تفريغ او عملية تحدث عن الرغبات المجبوطة بس بشكل تاني هنعمل ايه انا عايزة قبل ما تنام اولا اه لو يعني تفضلت نعمة يتكشف على المثانة وجاذباول عموما علشان نتطمن ان ما فيش مشكلة اه عضوية حاصلة في المكان ده نمر اتنين وده المهم جدا ان احنا نعمل حديث مع النفس اللي احنا بنسميه العلاج العقلاني الانفعالي ابدأ اكلم نفسي في جلساتي قومية هقول لنفسي ايه في نوقات بسيطة هركز ان انا افك الارتباط الشرطي بين ان انا مرتاح في حالة التباول دي واقول ان هي ازمة ابدأ احفظ نفسي او بمعنى اصح احفظ اللاوعي بتاعي اقول له ان دي الارتباط ده ارتباط غير مريح الارتباط ده بيعمل له مشكلة هبدأ اكلم عقلي بالكلام ده ولو كان في حد قريب منها هيساعدها ان هي بعد ربع ساعة من النوم ده على مستوى الكبار والصغار بعد ربع ساعة من النوم ايه المرحلة التانية من النوم يبدأ يقول لها في ودنها بالراحة وبشكل منظم بالكلمات عملية التباول ده شيء غير مريح من نسبالك يكرر النمط ده مرة واثنين وثلاثة او الكلمة دي مرة واثنين وثلاثة هتبدأ فعلا تستجيب حاجتين بنعملهم مهمين جدا في ان احنا هنتخلص من عملية التباول الاراضي الناتجة عن ان انا رافض وان انا عندي مشكلة وان انا عندي ازمة ازمة ثقة مع نفسي هبدأ احفز العقل اللي واعي لان العقل اللي واعي ده عايز يتحرر من الازمة والضغوط والمشاكل اللي واعت عليه فبيعمل تصريف او تفريغ اللي بنسميه الامشنال كازيكس او التفريغ كل سادة دي كاتر عارفين الكلام ده بنسميه تفريغ او تنفيذ تنفيذ انفعالي فبيكون التباول الاراضي ده حالة من حالات التنفيذ الانفعالي اللا واعي فبنبدأ نعمل جلسة مع نفسنا لو ما قدرناش نروح لحد لو ما قدرناش نروح لحد يتعامل مع موقف خصوصا ان الازمة بتبقى كبيرة جدا لما يكون فيه شخص ده كبير واسرة وبيت وكده مسؤولية بتبقى صعبة جدا 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 يا جماعة ما حادش ياخد نوضوع بنوع من يعني الاستخفاف لان فيه ناس بتقول هو ده يعني مشكلة لا ده مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا وحصلة يمكن انا فعلت المرة فاتت او تأثرت او فبيقول يعني ده كان شكل مبالغ لا انا حطيت نفسي في مكان الشخصة لما تأزمت موقفها يبقى ببساطة كده هنقول ان انا هعمل جلسة كل يوم على الساعة ستة ستة ونص كده قبل منام مثلا بساعتين تلاتة ابدأ احفز عقلي اللا واعي سماع له كده ان العملاء دي الارتباط ده لنفكه انا بتحصل لازمة انا يعني ببقى في شكل وحش كذا كذا بفضل احفز عقلي تدرجيا يمكن ان شاء الله بعد اليوم التالت وده طبعا بعد تكشف عن مكانه وانه فيش مشكلة جسدية ان شاء الله ما يكونش في مشكلة ان هي خاصة يمكن انا سألتها في مشاكل وانا تقالت لها فده بيبقى الارتباط الشرطي او فاحنا ان شاء الله هنفك الارتباط الشرطي ده وهنبدأ نعمل عمليات التفريغ دي قبل ما ننام ولو في حد زي ما قلت في زوج او اخ ممكن يكلمها بعد ما تنام بربع ساعة اللي هو الالفة والبيتة الجزء التاني البيتة مش عايز اقول كلام شوية كبير علشان الناس بسيطة اللي احنا هنا علشانهم تقدر تتجاوب تتفعل معنا بعد ربع ساعة ده عمصر اصفال الكبار اكلموا علشان الحكاية توصل لللا وعي عندها وتبدأ تفك ده ارتباط الشرطي ده وتستجيب للعلاج ان شاء الله بسرعة ممكن تاخد حاجة مهدئة مشروعات مهدئة علشان تقال الصراع وبالاحرى كمان اللي هي لازم تتكلم عن المشاكل اللي عاملالها مكبوتات او اللي هي عاملالها تأثير في نفسها جدا فمخليها عندها حالة عدم الثقة فيه كان بعض الخطوات او النقط اللي احنا كنا مفروض نتكلم فيها الناس سألتلي طب ما فيه لهم عندهم عدم الثقة ساعات بنشوف فيهم حالة من التكبر او التجبر على النقيد يمكن احنا قلنا في المرة اللي فاتت المشاهد او الدياجنوزيس او التشخيص رولناه انه بيبقى شخص عنده تبعية يبقى عنده قلة وعي بذاته دايما ماشي ورا حد ففيه حد صراحة لفت نظري قال لي طب دكتور طب ما فيه مشاكل تانية بتحصل انا عندي ناس عندها عدم الثقة دي بذاتها عندهم حالة من عايز اقول عن جهية شوية ده حقيقي بس دي بتكون عبارة عن ايه بنسميها اه مكنزمات الدفاع انا شايف جوايا مقصور بالبلدي بروح كده شايف جوايا مقصور فعامل كاونتر او عامل صد كده ان انا حالة من التكبر والعنجهية وان انا مش هممني حاجة والموضوع كده وكده ومش فرق معايا والدنيا كلها بالنسبة لي اه عادية دي حالة من حالات التأخر في عدم الثقة تشوف يا اما تبعية شديدة ما عندوش اي ادراك ما عندوش اي تصريف ذاتي ما عندوش اي ارادة فاعل ما عندوش اخذ قرار يا اما بيكون علشان يغطي على الكلام ده كله بيعمل نفسه بلوك او بيعمل نفسه ساتر اللي احنا بنسميها عندنا في صح النفسية وفي الطب النفسي مكانزمات او آليات الدفاع آليات الدفاع طيب بسرعة هنبدأ النهاردة نعيد ترتيب الجزء بتاع النفس ده ازاي ومستاني اتصالاتكم سواء على التليفون اللي هيظهر دلوقتي او على الصفحة التليفون معنا على الشاشة هو او على الصفحة وحنبدأ ان شاء الله نقول ازاي هنعمل جسور الثقة ازاي هنعدها بنفسنا ازاي هنرتب ان احنا نلاملم يا دكتور طب هو احنا هينفع بعد السن وبعد الوقت الطويل اللي في ناس كتير قالتلي يعني انا مثلا مرحلة السنوي مرحلة الجامعة اتوظفت المرحلات او المراحل السابقة كانت المشكلة عندي عويصة وجمدة هل هقدر اتخلص منها بعد السن ده ولا مينفعش الا وإحنا صغارين الحقيقة الحمد لله رب العالمين ان هي طول ما احنا على قيد الحياة طول ما احنا باذن الله هنقدر نقاوم وطول ما احنا ان شاء الله باذن الله هنقدر نغير حياتنا نبدأ بايه شوف بهذه الكلمات البسيطة تستطيع خليك معاي بقى ونبدأ نجيب لو حبينا ندون الكلام ده ان يبقى مهم جدا لو حبينا نقولوا البعضين لو حبينا نضربوا بهذه الكلمات البسيطة تستطيع ان تغير مجرات الامور حينما تقول لنفسك انا لا اقدر او يقول لك ابنك انا لا اقدر اقوله حاول مرة ثانية اول حاجة حينما يقول لك ابنك لا اقدر او زميلك او اي ما يعنيك في ان احنا هنعمله جلسات عدد ثقة لما يقول لك انا لا استطيع يقول له حاول مرة تانية وحينما يقول لا اعرف قل له تعلم تعلم وحينما يقول لك هذا هو المستحيل يقول له جرب مرة تانية فان التجربة سوف تفيدك بشيء جديد في حياتك ثلاث نقط مهمة من هنا نبدأ من هنا نبدأ عملية اعادة وترميم جسور الثقة بيننا وبين انفسنا وبيننا وبين الاخرين لدى كل من نحبه لدى اولادنا لدى اصدقائنا لدى اخواتنا لدى كل حد احنا عايزين نعيد فيه ترتيب الثقة وخاصة ان احنا عندنا من الامكانات اللي ربنا حابانة بها كتير جدا فليه تعطن نفسك هتتحاسب هتتحاسب على الخير لديك يا دكتور قصت المشكلة يلا قوم تعالى معايا نبدأ النهاردة وخلي براجراف بتاعك او العنوان الرئيسي بتاعك حينما تقول لك نفسك لا اقدر قل لنفسك حاول مرة تانية وتالتة فانت في حالة جهاد النفس حاول وقوم وقف وتعلم حينما تقول لك لا اعلم قل لها تعلمي فما خلقنا هنا الا ان نتعلم ونحدد ويكون المعرفة هي اساس الموضوع ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ في كتابه الكريم باقرأ وسبحانه وتعالى لم تأتي كده من فراغ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق ومن العجب ان ربنا سبحانه وتعالى يربط هذا التعلم وهذه القراءة بالكرم هناك علاقة عجيبة ربنا سبحانه وتعالى وضعها اقرأ وربك الاكرم اي انك حينما تحاول وتكتهد وتقوم وتتعلم وتقدم كل يوم لنفسك اسلوب جديد وخبرة جديدة تأكد ان هناك كرما ربما لا يخطر لك على بال سوف يأتيك من الموضوع سبحانه وتعالى القعدة هي خلينا كلنا نكتبها خلينا كلنا ندونها خلينا كلنا نحفظها خلينا كلنا نحطها ونغرسها في اول توبة وفي اول سلمة هنحطها في سلالم الجسور التي سوف تصل بنا الى الثقة والى التعلم والى الترقي والى العبادة المقرونة بعلم والى الوجود في الحياة باننا نتعلم ونقرأ ونرتقي ونعلم بان الله سبحانه وتعالى قد ربط وقرن القراءة والتعلم والرقي بكرم من الله سبحانه وتعالى نيجي نشوف ما هي الخطوات والفواصل وشكل الاداء اللي هنعمله الاول لما نيجي معانا طفل معانا شاب معانا مراهق معانا اي حد هنبدأ من الاول ويلا بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نحط خطوة خطوة وطوبة وطوبة وسلمة سلمة في جسور الثقة حتى نصل الى ما نريد بمشيئة الله سبحانه وتعالى اول حاجة بعد ما خلاص قررنا ان احنا مش هنقف لان كل واحد عنده عدم ثقة بذاته البداية عنده بطه مشكلة مشكلة في البداية مش قادر مش عارف مش فاهم انا ما عنديش انا مفيش وخلي بالك ساعات بتكون العملية مرتبط زي ما بين المرة فاتت بحالة من حالات الخمول الجسدي لي يا دكتور لان للاسف الكلمات المهينة والكلمات المؤذية والكلمات التي تسبب الجرح النفسي بتدي اردر للعقل انا مش نافع هذا العقل المكون العجيب الذي ميز الله سبحانه وتعالى به ادم وكل بني ادم عن جميع المخلوقات بيبدأ العقل ده يقول الجسم اقعد انا مش هقدر اقوم بالعمليات المنوطة بت تخيل تخيل ان انت لما بتيجي تردد على نفسك الكلمات انا مش قادر انا مش نافع انا فاشل انا محطم تخيل ان العقل بياخد كل الكلام ده منك ويسجله ويدونه ويبعث اشارات لكل الجسم استريحه استرخه لا فائدة ولذلك كل او معظم الاشخاص الذين اصيبوا بعمليات فقدان الثقة او المميزات عندهم هي عملية الوهن شوية شوية بتجيلوا لو تفتكروا اللي احنا اتكلمنا عليها متلازمة الوهن المزمن خلاص قاعد خامل غير نشط ما بيعملش حاجة تيجي تقوله يقولك لنا تعبان البداية كانت منين البداية كانت من الكلام هو الكلام بيئزي قوي كده دكتور جدا 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 وإلا ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يبلغ بالكلمة الكلمة واحدة إلى أمور في غاية الرقة وعن السماء أو إلى للأسف ربنا يكفينا يكفيك الشر كلمة الكلمة فالكلمة اللي بتخرج منك لما بتقول لابنك أو بنتك أو أي حد انت مش نافع وانت كذا ياخدها يحطها في العقل اللواعي العقل بيفضل يترجم ويبعث إشارات أو عده خلاص مفيش شغل مفيش عمل مفيش كذا مفيش كذا هنقف إزاي تاني بالكلام اللي احنا قلناه الأول أنا أقدر أنا أستطيع أنا سوف أحاول إن شاء الله نيجي أول نقطة هتعمليها مع ابنك تعالوا نمسك وراء وقلم ونقول أول نقطة هتعملها مع نفسك الأول لو أنت عندك مشكلة في الثقة بالذات أو مع ابنك أو مع أي حد أنت عايز تتناول معه برنامج إرشادي أو علاجي أول حاجة عملية أن أنا أكون فيه معزز المسميه المعزز أو التشجيع أو المكافأة إزاي دكتور يعني النهاردة لو بدأت وقمت ولقيت نفسي قايم ولقيت نفسي خلاص توكلت على الله سبحانه وتعالى وهبدأ أقول لنفسي أنا أستطيع أنا أقدر سوف أتعلم سوف أحاول وإن كان هذا الأمر مستحيل هل لو أنا قمت وبدأت أشتغل أعمل نفسي مكافأة من الضروريات المهمة جدا ومن الآليات الفعالة جدا والتي سوف تجعلك في خطوة وراء خطوة أن أنت مع كل خطوة أن أنت تشجع نفسك بأنك تعطي نفسك مكافأة نوع المكافأة يا دكتور هل هي مكافأة مادية هل هي مكافأة معنوية هل أجيب نفسي حاجة تصوروا أنا دايما بقول للناس عندي في العيادة لما ببدأ أدخله في برنامج إرشادي لتعديل الثقة أو لعادة الثقة بقول له إيه بقول له روح عزم نفسك على حاجة روح هاتلي نفسك حاجة أنت بتحبها بعد أول سلمة بنطلعها علشان يفضل طالع ما يبصش دورا بقول له روح هاتلي نفسك حاجة أنت بتحب أي حاجة بسيطة تشوف نفسك بتحب أي حاجة لو حاجة بسيطة جدا تعمل بها حالة من الرضا للنفس علشان تستمر معاك في الخطوة اللي بعديها طب الكلام ده هنعمله مع أولادنا أيوة مع كل خطوة أولادنا هنمشي بالبرنامج بالضبط النهاردة أنا مش عارف لا هتعرف مش قادر لا هتقوم أنت جواك جواك مارد كبير قوي خليه يقوم علشان ينفذ كل المهام المطلوبة منك وكل المهام اللي أنت جاي بالأساس لها في الدنيا عشان تعبد ربك سبحانه وتعالى وعلشان تعمر في هذه الأرض وفق منهج منهج يرتكز على القراءة وعلى العلم منهجنا واضح جدا منهجنا ما فيهوش يا عم خليها على الله وهي عشان على الله احنا محتاجين نتعلم ومحتاجين نقرأ ومحتاجين يبقى أول حاجة زي ما قلت ادي لنفسك هدية أو ادي لابنك هدية كل ما بيكون فيه حالة من من التقديم اعمل تعزيز وخاصة أولادنا بناتنا الحلوين دايما بيحبوا يسمعوا كلام حلو التعزيز بنصدالهم التعزيز المعنوي الكلمة الحلوة زي ما بتقول زي ما بنقول بتؤثر قلوبهم بتخليهم يتقدموا بسرعة الصاروخ يمكن الأولاد الصبيان يعني بيميلوا شوية إلى الهدايا المادية تجيب له حاجة تدير مكافأة أنا عايز كذا عايز كذا لكن نخلي بالنا أن الفوارق في الطبيعة التكوين الولاد الصبيان تملي بمعازين حاجات مادية ولو بسيطة بناتنا ساعات بيعوزوا حاجات مادية بس الكلمة بالنسبة لهم بتبقى مؤثر هام جدا 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 بتخليها تاخد أو بتخليها ياخد خطوة كتير يبقى أول حاجة نبلة واحد أن أنا هعمل لنفسي معزز معزز إيجابي إحنا خلاص اتفقنا مفيش كلام مش هقول لنفسي كلام النفاشل ده وكذا ده 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 أنا هشيله خالص من قموسي هشيله خالص من قموسي الكلام مع نفسي ومع غيري أأكد على الكلام ده للمرة المليون علشان الكلمة بتبقى سيد محمد سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سيدا بقول له حضرتك العواضر الحضرات والتعرف الليها موجودة عندي بس الموضوع عندي مختلف شوية تفضل يعني أنا عندي 25 سنة الموضوع بدأ معي من سنة وابع سنين ابتدت تغير في المشاعر وانا أحس بالطبع أحس مشاعر غير طبيعية بعد كده مشتغلت معدومة خالص إزاي سيد محمد بعدها صدك المشاعر كان شكلها إيه يعني الأول كان مشاعر طبيعي خالص مفيش أي حاجة باعثك شخص قوي وسعيد ومفيش حاجة بالضيقني ومفيش أي حاجة فجأة المشاعر تتغيره يتدايك حاسس بالولادة في المشاعر وبذلك شوية الغبطة في المشاعر أحس بطور أحس أن أنا متضايق أحس أن أنا بطرع الناس أحس المهم بعد سيدا المشاعر بقت مياته خالص وحصل لي نوع من نوع المس تعليفت منه الحمد لله بس سنين أو ثمان سنين للأخيرة دي وأحضت أدوية جدا وحاليا باخد بعض الأدوية بس عشان الحالة تبقى مستقرة ومفيش حال من دي طيب إن شاء خلاص كده شكرا ربنا خليك شكرا اتصالك هنكمل في موضوع الأدوية ده يريد تتواصل معي على الصفحة فطميني عليك علشان إحنا هدفنا النهاردة أن إحنا نوقف الأدوية تماما هدفنا النهاردة إن شاء الله نرى فيه العالم بصورة جديدة خالص زي ما سمعنا من أخونا أنا مش عايزة عيد تاني في الكلام بس هي بصراحة زملة أو مجموعة من التفاعلات التي تحدث لا حصر لها يعني موضوع البلادة ده موضوع إننا خلاص يعني إيه آه إحنا بننكبر بقى أنا مش نافع اللي بعيدها على عقلي بقى ما أنا كده كده مش نافع ولا كده كده فبيحصلوا حالة من البلادة بيتخليه بالفعل إحنا هنقوم تاني بس تفكرني محمد إحنا نتكلم إزاي هنخرج عن أو آه موضوع الدواء ده لأنه مشكلة كبيرة والموضوع إن شاء الله مش محتاج آآ لدواء آآ نيجي أنا فيه نقطة تانية بس عايزة أجاوب عليها هو قالها محمد في وسط الكلام ده هل الموضوع ده من وجهة النظر بقى الإسلامية البحثة لو إحنا حصلنا الكلام ده هل ممكن يتداخل معاه شيء من المتافيزيكس أو المس أو الأعراض كده أنا محتاج حد ما شيخنا يجاوب عليه سيد أحمد نصر للمرة فأنا أسبتلك سؤال أو سؤالين ومحتاج ضروري نحيل المسألة دي لكن أنا عارف إن فيه بعض الناس من كتر تأزيم ومن كتر حالة آآ الابتعاد عن المجتمع أولا بتبدأ بالاكتاب فيه نقطة فاصلة بقى أنا بالنسبة لي أنا كعلميا فيه نقطة ما بين الاكتاب وما بين إن أنا عامش بعد كده لغاية الميولة الانتحارية هي دي اللي بتقى فيها تأثيرات أو شيء من شيء من الوسواس اللي مش شكله مرضي اللي هو الوسواس القناس بيبدأ يدرك بالشخص تدريجيا كده لغاية لما ياخده هي دي النقطة بقى اللي أنا عايز أجاوب فيها بشكل حد من أساساتنا للأفواد المشايخنا يتكلم فيها لإن أنا شايف على المستوى العلمي الوسواس العادي بييجي ما بيقفش حالة تانية واسوس كبير بياخده إلى الأعراض الانتحارية وده نقطة اللي أنا بقول دايما إن إحنا يستحب إن إحنا لما ناخد دواء لوقف الأثار المترتبع على حالة عدم الثقة لابد إنه يكون فيه جدول أو برنامج زمني بالتوازي لعلاج المتدخلات الأخرى زي إراءة القرآن أو ورد معين يمكن حد إن شاء الله يفيدنا في القصة دي بس أنا من وجهة نظري شايف وشهادة أمام الله سبحانه وتعالى إن هو ضروري إن أنت تعمل ميزان ما بين إن أنت تشتغل بالدواء وتشتغل يكون ليك ورد مثلا زي قراءة صورة البخرة أو كذا أو كذا علشان الإنسان كنفس وروح لابد يتقفل معنا هو في النحية العلمانية ده كانت تقول لك لا أنا مليش دعوة القصة دي خلينا في حالة الوسواس أو الاكتئاب اللي بتيجي اللي هي الخفاض مادة استريبتوتين أو كذا طب أنا أساة زعلية الاستريبتوتين والشخص لسه عنده ميقول أنت عليها الصرف إزاي لابد أن نرجعه أنا من وجهة نظري اللي أنا مؤمن بيها اللي أنا مؤمن بيها جدا إن أنا لازم نرجعه لإسلام والدينه ومسكه لصانعه علشان العلاقة دي بتعمل نوع من طرد حالة الاكتئاب التي تخطط الحالة المرضية أو الحالة الدوائية يا رب الكلام يكون واضح ويباين ولو في أي أسئلة تانية إن شاء الله هنجاوبك عليك بس محمد أرجوك كمل معيها صفحة طبنيني عليك إن شاء الله الصفحة دي أو دي علشان نقول إزاي هنخرج من عملية الدواء تدريجي طيب نمرة اتنين وده المهم جدا إحنا عايزين نتكلم عليه إن أنت تجيب قدام ابنك محمد وكل محمدات وأحمد وكل الناس يا رب نسمع بعض الوقتي الأمهات كل أم كل أب كل حد عايز عيد ترتيب بناءه من جوة تاني وعايزين نلامل من نفسنا ونعدي جثور ثقة يلا نعمل إيه نمرة اتنين بعد ما قلنا نمرة واحد المعززات نكتدي لنفسك معزز بعد كل حاجة بتعملها علشان تسند المعزز ده ما بيخلكش ترجع الورا يعني الخطوة لقدام كأن إحنا عندنا صد ما نرجعش الورا تاني يخلينا نبصه لقدام ويخلينا يبص الله ده أنا وصلته ده أنا عملت الحاجة الفرنية وفي إيدي حاجة مادية أنا فعلا عملت أنا قلت أنا قدرت فبتدي نفسك المعزز المعزز يثبته ويؤكده أنك أخذت خطوة للأمام خلاص نري النقطة التانية المهمة جدا وهي ابنك بنتك صديقك أخوك عرفه بإيجابياته إزاي دي دي نقف قدامها ونيجي كده نقول هات ورق أو ألم وعمل لنفسك ما هي المهارات التي حباني بها المولى سبحانه وتعالى طب ديها دكتور هتلزمنا في إيه لا دي مهمة جدا أنا نهاردة لما يجي تشتغل في أي مكان وتيجي بتعمل انترفيو بتيجي تعمل إيه بتعرض نفسك لو أنت ساعتك مش عارف تعرض نفسك رغم أن أنت تملك من الإمكانات ودي مشكلة المشاكل اللي من قبلها مع أولاد كتير جايين بيقدموا على شغلان أو مهنة وهو لا يعرف ذاته ما يعرفش نفسه ما يعرفش المهارات والمواهب التي حباها به المولى سبحانه وتعالى فهو بينكرها أو مش عارفها ومش رفضها لا هو مش عارفها هو مش عارف نفسه هو مش عارف نفسه ومين وربما تكون عنده المهارة دي أو المهارة دي بشكل فضيع لكن هو مش عارفها يبقى إحنا هنيجي نعمل لأولادنا يبقى إحنا نعرفه على مهاراته حاس ما حد دلوقتي يقول يا دكتور طب إزاي أنا هتعرف على مهاراتي من الأول ولا دلوقتي من الأول ودلوقتي لو من الأول أنا دايما بشوف ولادنا اللي بيشخبط في ورقة اللي بيمسك حاجة مفق يصلحه اللي كذا كل الحاجات دي بتقول إن الطفل ده أو الوليد ده عنده مواهب موجودة طبعا في مصر أول ما الواد يبدأ يمسك مفك علشان يفك العروسة بتاعته طبعا بياخد جزاؤه الأوفاء من عالقة محترمة جدا إنه يكسر عروسة لبابا جاباله بعشرين جنيه ويبقى إيه نهاره مش معادي هو هو نفس الولد ده بس يقلب خمسين في المية عنه في البلاد الأخرى اللي هي تدعي إن هي بلاد متقدمة بتجيب الولد ده وتجيب له كام لعبة ويبدأ يفكه كذا وتصنع منه تصنعه منه أقصد اللفظ تصنع منه عالمة منه عبقرين في حين إن اللي عندي ده عنده نسبة ذكاء بتعدي إلى حدود الكرياتيف أو العبقري هو عايز يعرف هو عايز يعرف عروسة دي كإيه هو عايز يعرف اللي بيكلم جوا العروسة دي اللي يقول بابا وماما ده جاي منين هو عايز يعرف التلفزيون ده الراجل ده اللي قاعد فيه داخلت إزاي يا سادة كل هذه المسائل التي أو الأسئلة التي يلقيها عليكم الأبناء كلها إنما هي نتيجة أنهم أذكياء ففي أول وأهم قياسات أو اختبارات الذكاء أن يكون هذا الطفل كويتشنر متسائل الطفل كويتشنر بنسميه كده كويتشنر متسائل كثير السؤال طبعا بابا جاي إزاي آهم الشوكل وماما طبعا طول النهار رابطة دماغها وفي البيت إزاي كانت موظفة أو كانت في المطبخ أو كذا وإذا تعدى الولد حدود الكلام واللبلب خلاص بياخد عقاب طب هو عايز يتعلم عايز يعرف عايز يستكشفه هذا العالم نحاوله هيعرف منين ولو سيبناه للنت أو التلفزيون طبعا أنت عارف النتيجة شكلها إيه السؤال اللي تحطه ده نفسك ابنك ده الأمانة دي المسئولية دي هيعرف مين أين له أو أنه له مصادر المعرفة غيرك أنت أو المدرس أو أخ كبير أو حد نأتمنه على أولادنا ما ينفعش نضعه في إيد عفوا الروايبضة ما ينفعش نحطه في إيد حد يدينه معلومات تدخله في المتهاد وده يمكن هيخلينا تكلم على انتشار أشكال الإفساد الديني إحنا عندنا مرحلة دلوقتي من عنديها إن إحنا سيبنا أولادنا اللي بيكلموهم على عاقدتهم دخلوهم في مرحلة إفساد ديني المسمى بالإلحاد ده بقت قصة كبيرة قوي مين اللي هيعلم أولادنا مين اللي هيربيهم مين اللي هيديهم نموذج يبقى لازم حضرتك وحضرتك أنت وانت يلا قاعد قدامي وجنبك ابنك وبتسمعني مسؤوليتك دي أمانة فرقابتك ما تقول ليش جاي شغال وتعبان ما ليش دعوة مش قصتي دي فضيله نفسك ساعة تحقه أنت بتسرقه أنت بتاخد حاجة حتخليه تلقيه في إيد حد مش هيعرف يعلمه إلا ما ما احنا جايفين شكلنا إيه خلاص يبقى أول حاجة سواء طفل صغير حبدأ شوفه بيرسم بيكتب بيقول صوته حلو أبدأ أعلمه القرآن أبدأ كذا أبدأ كذا بدل ما يخش في مسابقة غنة بدل ما يخش في مسابقة غنة بدل ما بيخش في مسابقة كذا ما هقوله دي وقت يلا نغني يلا نرقص مفيش يلا نصلي خالص بيقول له عقل كده قال لي طب يلا نصلي هنعمل فيها إيه هتجيب الناس لصلي أقول له لأ أعلمك وتعلمني يعني إيه نصلي ويعني إيه ناخده الطريق ما احنا مش جينا عشان نرقص بس او مش جيش نرقص بالأصل ولا عشان نغني احنا جيين دينا هدف تاني فأقول له يلا نرقص وغني مفيش يلا نصلي يلا نتعلم مفيش خالص يلا نكتشف مواهبنا إن شاء الله ربنا أثر ونعمل حلقة كيف تكتشف دي مهم نقطة هنقف قدامها كيف تكتشف مواهبنا النهاردة زي ما قولك هتجيب وراء وقلم تشوف ابنك بيسأله بتحب تطلع إيه بتكتشف إيه بتتكلم إيه شوفه اسأله جدول الضرب فكرتك إيه ناقش وعمل ديسكاشن كده طلع جوه إيه ده على مستوى الأطفال أنت سعدتك بقى على المستوى الكبار قعد مع نفسك دلوقتي قعدة فيك لا وابدأ كده تشوف نفسك وانت ماشي من الطريق زمان عملت إيه كان إيه حلو عندك آه والله يا دكتور أنا كنت سعدت قعدوا تكتب كده كلامي وكانوا زماني يقولوا أنت بتعرف تكتب كويس تكتب نقطة واحد وفيها دكتور سعدت والله يعني كنت بعمل باعد كده وأنا قاعد ماسك وراء وقلم باعد أرسم اتنين سعدت دكتور كنت باعد وأنا قاعد مع نفسي كده رغم أني كنت بتكسف قاعد أدندم بالقرآن وكان صوت حلو بس محدش قال لي نتعلم اكتب تلاتة قاعد اكتب في هذه المواهب التي حباك بها الله سبحانه وتعالي حطها قدامك كده علشان تعرف أنا مين أنا إيه علشان لما تيجي تروح حتى تقدم نفسك وتقول وعلى فكرة ده مهم جدا طب دكتور لما بقى كده واخد بالي من نفسي ما بقىش كبر لا لا سيد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقدم أنفسنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقدم أنفسنا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب إجابة شافية تحمل النبوة تحمل الأصول تحمل كل في عبارات مجازة صلى الله عليه وسلم قد أعطي يا جوامع الكلم أنا أعرف إزاي وإزالك لما بتشوف اختبارات اللي جايين عندنا سواء هيتعينه في أي كذا عنده مش عارف الكلام مش عارف يقول كلمتين على غير مش عارف يقدم نفسه ويبقى صعبان علي لأنني شاهد من جوا مواهب رائعة لكن مش عارف يقدم نفسه هيرتبك مع أي حال لو حطوط في أي حاجة مش هيعرف يمانج مش هيعرف يدير المسألة للأسف غيره واحد أقل منه هياخد هياخد مكان يبقى دمر اتنين كيف أتعرف على نفسي وما هي المواهب والمحتويات والمكارم التي حباني بيها المولي سبحانه وتعالى وابدأ أفعلها أبدأ أفعلها وأظهر بعرف أتكلم بعرف أخطب بعرف صوتي حلو بعرف خطي حلو كل ده حاجات احنا محتاجينها جدا جدا علشان تكون انت متم بص ربنا سبحانه وتعالى ميزك بحاجة انت لو معرفتش ايه هي الحاجة دي يبقى انت مسؤول عن ضياء عزين ميزة كل واحد ربنا سبحانه وتعالى ميزه بحاجة عن غيره واحد صوته حل واحد بيتكلم واحد بيتفعل واحد عنده حفظ عنده زاكرة الحفظ ليه لا ليه لا كل دي نتبخرها ونبدأ نقول لولادنا انت عندوك المواهب دي وابدأ أنميها وابدأ أعلمه أنا أو لو أنا مش فاضي أجيب حد ينمي الكلام ده طب هيحصل يا دكتور كل ما منحصل أولادنا يحصل لهم عملية التنمية أو النماء في جزء يشعر الله طب أنا عارف أنا فاهم يبدأ يقف في الفصل عنده ثقة بنفسه بعد ما هو قاعد مرفضة واحدة قلت لي أنا أنا دكتور ببقى عارف الحاجة لما جيد الأستاذ أو الدكتور يقومني حصلت لي حالة دوار وأغم عليه في فصل دي لأن في البيت أنت مش نفع أنت فاشلة الكلام ده هننساه الكلام ده خلاص ما ينفعش نقوله تاني خلاص يبقى رقم اتنين أن احنا نجيب ورا وقلم نشوف إيه اللي حصل وإيه اللي ربنا عبانا به وإيه اللي احنا هنقدر نقدمه لأنفسنا الأول وللآخرين والإسلامنا والزوينا والأهلنا والأحبتنا علشان لما يحسب عملية الانفجريشن أو عملية التكامل أنا عندي حاجة بديها لك وده عنده حاجة هو ده المجتمع الإسلامي هو ده المجتمع هو ده عملية توزيع الأدوار في حديث الأذان سيد النبع السلام لما عبد الله بن زيد شاف الرؤية بتاعت الأذان سيد النبي خدها كان مفروض يقول له ميدا انت عبد الله لا قال لسيدنا بلال يا بلال قم فأذن ليه سيدنا بلال ربنا حباب حاجة تانية فهو أندى منك صوتا موهبة وظل بلال رضوان الله عليه وعلى كل صحابة رسول الله هذا القادم العبد الأسود كان له من الفضل بأنه مؤذن رسول الله ليه اكتشف موهبته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف موهبته أدار سيد النبي كان بيدير المسألة بشكل تربوي وبشكل علمي يقول الله ليه ليس عشان احنا مسلمين لا فيه إدارة راجوا على المسألة دي في حادثة الأذان وفي عملية التفكير لما جيه سلمان قال نعمل الخند سلمان ومن أعطاء المكافأة اللي احنا بنتكلم عليه قال البيت توزيع الأدوار ومعرفة المواهب والمهارات أمر فيه غاية الأهمية بلال العبد الحبشي خد وظيفة رائعة رائعة إنه مؤذن رسول الله تيلت حياته اكتشف اكتشف موهبة موهبة هي صغيرة باسم الصغيرة خلت بلال فين وموهبة تانية في التفكير عملية التفكير أنا بقى عرف الفكر كويس في الخندق كن يا نبي الله ما بيحصل عندنا كذا بنعمل الخندق اديت له مكافأة وشارة إنه هو بقى يعني مش عارفة أقولك شارة رائعة سلمان ومن قال البيت فلازم تدور عن نفسك لازم تدور عن موهبتك لازم تدور عن موهبتك لازم تدور عن موهبت ابنك الموهبة دي هي اللي هتميزه عن غيره وربما تخليه طول حياته في مركز ربما أنت ما تحلمش بيه حقيقة والله أنا شخصيا أدعي إن والدتي رحمة الله عليها اكتشفت فيها إن الموضوع ده اللي أنا بعمل فيه رغم إنه ما كانش والله بالأمانة ما كانش يعني ما كانش مرسوم في خطتي أو في حياتي فقالت لي كذا 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 فكان الكلام تصديقا وربي يجعله في ميزان حسناتها وكل وكل اللي ادانا وكل اللي علمنا المهم اكتشف موهبتك ويعرف أنت فين فالموهبة دي هتخليك في مكان آخر غير اللي أنت فيه تماما وحاول تسقلها بالعلم ده ضروري جدا نحن نعمل نعمل ثلاثة واربعة بعد كده أن احنا عندنا مشكلة كبيرة بنعملها مع أولادنا هنبطل إن شاء الله نعملها خالص هي عملية أو المقارنة بينه وبين أحد أفراد العيلة مشكلة شوف بنت خالتك شوف بنت خالتك شوف بنت عمتك شوف بنت ستك من ابن ستك ده فيش ابن ستك يفضل طول النهار الولد بيعمل حاجتين بيعطن نفسه عن العمل بأن هو بيتابع الشخص الناجح وبينقم عليه وهو واقف المكان يبقى من الأمور التي نراها في بيتنا ويجب علينا فورا أنتقف حتى يمر أبنائنا بشكل آمن إلى جسور الثقة أن نحن نبطل تماما نعمل المقارنة بينه وبين أي حد قريب منه ممكن نعمله مسأل صالح نعمله قدوة صالعة ودي أنا دايما بعملها لأولادنا الصغارين لما بيجيب بعض القصص القرآني وقصص صحابة لما يجي عايز أعمل المثير في فرق لما يجي عايز أحفزه وأعمل مثير بديله قصص قرآني أو قصص صحابة مثير الشجاعة كيف نام عليه في مكان سن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان لسه في سن صغره ده مثير اسمه مثير إيجابي بعمله ليه لكن أعمله مقارنة شوف ابن خلتك عملت إزاي وشوف ده عمل إزاي وعلى فكرة المقارنة دي احنا مشغلينها في كل حاجة في التعليم في المظهر في حتى في الجواز هي مش أقلم بنت خلتها اللي جاء لها شبكة مش عارف بكذا فيه إيه فيه إيه مش هينفع مش هينفع نحيل أبنائنا دائما إلى حالات المقارنة التي تعجز من أنفسهم من دورهم وتخليهم يشعرون بالإحباط والدونية أنا هوصل له إزاي لأ ده أنت عندك قد ابن خلتك ده خمستاشر مرة بس والدك والدتك ربنا يبرك لهم بيتك على سستة الإبداع شير إيدك شير إيدك خالص شير إيدك من عملية المقارنة وإن أنت تقول بص ده عمل إيه بص من عمل شي خلي ابنك يركز فيما هو فيه خلي ينشغل بما حباه الله وينميها ما تخلوش يفضل يبص على حاجة هو عايز يقلده بس وعايز يصليها ويمكن هو ما عنده طب ابن خلته ربنا حباه مثلا هو بيرسم مش لازم يكون الولد بيرسم حباه أنه هو فالح في التجارة مش لازم يكون ده في التجارة ابن خلته وكل ولاية خلتنا في كليت الطب طب بقت عقدة هو مكانه مش هنا احنا مش لازم يكون كلها كده ربنا 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 تعالى عمل تنويع عمل تشكيل انا هنا وده هنا وده هنا وده هنا وكل واحد في مكان وهينجح يبقى احسن عالت تطلع دكتور مالوش في الطب وفاشل ويفضل زي ما بنشوف ولا طلع حد تاني حابب المهنة وبيديها وتديله رقم واحد في المكان ده خلاص يبقى بلاش عمليات المقارنة خالص لان هي مش في صالحنا الاول نكتشف نشوف هو نافع في ثم نتناوله بالتنمية والترقية في المكان وبلاش نعمل عمليات المقارنة الدائمة بعد كده عندنا حاجة مهمة جدا ان هي الموضوع لازم يكون يشمله شيء من الحب عايزين قدر كافي من الرعاية خلي بالك الكلام ده مهم جدا قدر كافي من الرعاية قدر كافي من المحبة قدر كافي من التواصل لازم تقعد مع ابنك تتكلم لازم تقعد مع ابنك تتحك هتحك سبحان الله يعني عزر الدكتور معهم وقول لجد يا اخي لي لا تعالى هنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد مع الحسن الحسين ويلعبهم واهل بيته كلهم اه صحيح يبقى لازم يحصل كده لازم يحصل كده خلاص بعد كده بعد كده زي ما قول تدينه ما مش عايزين خناء ابدا قدام ولدنا عايزين كمان نقتعد عن النقد المستمر دي احني يا خالص انت مش نافع انت بصت انت لأ هننسى خالص موضوع النقد وحاجة مهمة جدا قبل ما نختم احنا عايزين نبعده عن حاجة تفوق مهارته يعني هو مش يقدر مثلا يطلع لخامس دور وقوله لا لازم تطلع على سرعة دور وقوله انت مش نافع لا ما فيش داعي نعطيه او نكلفه بمهارات تفوق مهارته او اداءه الجسمانية او العقلية عشان ما نقولش بعد كده ان هو عنده مشكلة بعد كده حابين ندرب ولادنا على الصداقات الامنة ندرب على الصداقات وازاي يتعامل معاهم عشان في وسط الصداقات بس اامنة من قصين وسط الصداقات دي حيلاقي نفسه ويبدأ يتكلم ويبدأ يعبر عن مشاعره ويبدأ يدخل في حوار خلي الحوار بتاعه مرتبط بالله في شكل من اشكال التدين اربطه بكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاعل مع اصحابه كيف كان الصبية في عدد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الشباب زايد ابن ثابت ودون عليه كيف كان ابن تسعة تشهر سنة وهو يتقلد المنصب الامامي قائد الجيش نحط الكلام ده مهم جدا واشجعه فعلاء النبي صلى الله عليه وسلم ان لو عايز اقول لعنها السلام كيف فعله مع 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 اصحابات رضوال عليه موضوع كبير جدا لكن هو بنشوف كيف فعله مع لي وكيف فعله مع بلال وكيف فعله مع قسام من زين عايزين تدريب للحاجات دي مهم جدا وبعدين اديره الفرصة ان هو يتكلم ويعبر دايما ما تقطعش عليه خط الرجعة وممكن تدخله في حاجة تنمي ما قلت دايما شجعه دايما قول ابني كان كويس دكتور بس احنا بنخاف عليه من حسد يا اخي ان شاء الله قول ويرقيه نبيع السلام كان يفعل ذلك احنا عايزين مرة نعمل نظام نتفرج على سيد النبي صلى الله عليه وسلم نعمل كده فوكس او نبص زي نبيع السلام كان بينمي مهارات هؤلاء وازاي بشجعهم وازاي بقدمهم وازاي بيحط لهم ان يشين الجميلة جدا على صدورهم علشان اه يتقدموا اوعى مفكرك دايما اوعى تعمله احتقار او دونية اوعى تحرجه قدام الجرين او قدام اي مجتمع اه اسرة الجاية او انت قلت ده مش نافع وكذا وكذا الموضوع ده يقتله فكريا وادبيا ونفسيا اه خدنا البنود دي هنكمل تاني ان شاء الله ونقول كمان بنود تانية اذا قدرنا ما اولي سبحانه وتعالى مستني اسئلتكم ومستني كل التحور مش قاد اقول قد ايه انا سعيد جدا 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 بلقاءتنا اللي دايما مسمرة يارب دايما اكون قدر رسالة يارب دايما اكون قدر امانة بتشجعكم هنستمر بتشجعكم ان شاء الله هنحاقدم كل ما هو افضل وكل ما هو ارقى الى ان القاكم في مثل هذا الموعد قبل هذه بخمسة وربعين ديئة لكم مني كل التحيات وكل الشكر هذا انا محبكم في الله محمد مختار يتمنى ان يترككم في امن الله ورعاتكم ولكم مني كل التحية والفضل السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته ان تطاول ليلنا او تمادى في الظلام او تعثر ركبنا واصطأرتى للركام ان تضاء لحلمنا او تناثر في الزحام ان تطاول ليلنا او تمادى في الظلام او تعثر ركبنا واصطأرتى للركام او ترجمة نانسي قنقر او ترجمة نانسي قنقر